اشتركوا في القناة الخبز للفطور مع كوب شاي الطعم مر اللذيذ ومميز ولعمل خبز الحليب بالجبن يلا نبدأ لطريقة التحضير بنحط في وعاء العجن كوب وربح حليب دافئ واثنين ملعق كبيرة سكر طبعا ممكن تستبدل السكر بملعقة كبيرة عسل وبعدين بنضيف ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقة صغيرة خل وبنخلط تمام وبنترك الخميرة تتفاعل مدة خمس دقائق حتى نتأكد من نشاط الخميرة لأن الخميرة إذا ما تفاعلت ما بتنجح معكم الطريقة لذلك مهم نتأكد من نشاط الخميرة وبعد ما تأكدنا من نشاط الخميرة بنكمل العمل بنحط كوب جبن شدر واثنين ملعق كبيرة شبت يعطي طعم رهيب للخبز وربع كوب زبادي وبيض بيضة واحدة والصفار بنتركه جانبا لدهن الخبز وبعدين بنضيف ثلث كوب زيت نباتي أو زيت الزيتون وبنترك مقدار ملعقة كبيرة من الزيت حتى نقلب فيها العجينة وبنخلط المكونات تمام وبعدين بنضيف أربع أكواب دقيق أبيض أو أربع أكواب إلا ربع دقيق أسمر حسب رغبتكم وبعدين بنحط على الدقيق ملعقة صغيرة بيكند بودر ونصف ملعقة كبيرة ملح وبنخلط المكونات تمام حتى يلتم الدقيق بالكامل وبعدها بنجن تمام حتى يلتم الدقيق ولما نخلص عجن بنحط ملعقة الزيت يلي حطيناها جانبا وبعدين بنغطي العجينة لمدة دقيقتين وبعدها بنجن تمام حتى يندمج الزيت مع العجينة طبعا قوام العجينة أطرى من عجينة الفطائر وبعد ما خلصنا عجن بنغطي العجينة وبنخليها تتخمر مدة ساعة كاملة وبعد مرور ساعة كاملة ومثل ما تلاحظوا اختمرت العجينة بنفرغ الهواء منها وبعدين بنقسمها إلى أربع كرات متساوية هنا أنا دهنت سطح العمل بشوية زيت وبعدين لميت العجينة تمام وقسمتها إلى أربع كرات متساوية وبعدها حطيت الكرات في صحن مدهون بزيت أو مبطن بورق الزبدة مثل ما هو موضح وبعدين بندهن سطح الكرات بشوية زيت وبنفردها فرد خفيف كما هو موضح وبعد ما خلصنا فرد الكرات بنجهز خلط الدهن الخبز على سفار البيضة يلي تركناها جانبا بنحط رشة قهوة سريعة الذوبان وربع ملعقة صغيرة خل وملعقة كبيرة حليب وبنخلط تمام وبعدين بندهن وجه الخبز طبعا ممكن تحطوا على سفار البيض ملعقة كبيرة حليب وشوية خل فقط وبعد ما خلصنا الدهن بنشكل الخبز باليد كما هو موضح وبعد ما خلصنا تشكيل نوزع الجبن البيضاء على الخبز جبنة فيتا بعد ما نقطع الجبن مكعبات صغيرة أو ممكن نفتت الجبن تفتيت على الخبز حسب رغبتكم وبعدين بنوزع على الخبز فلفل الألوان وبقدونس يأتي الطعم ومنظر حلو للخبز طبعا ممكن تحطوا على الخبز طماطم مقطعة قطع صغيرة وشرائح البصل وفلفل أخضر حار وفلفل أخضر بارد حسب رغبتكم وبعدها بنرشى الخبز بالحبة السوداء ولأني أحب نكت الزعتر حطيت على واحدة زعتر مطحون طبعا طعم الخبز مع الزعتر مرة حل وبعد ما نخلص توزيع البقدونس والفلفل البارد بنسوي حركة التشكيل يلي سويناها مسبقا حتى نبرز شكل الخبز وأخيرا رشيت على الخبز شوية جبن مزر اللاء إذا ما متوفر لا تحطه طبعا الخبز ده ما يحتاج تخمير نكتفي بالتخمير وقت تشكيل الخبز وإذا الجو بارد بزيادة بنخلي الخبز يتخمر قبل ما نحطه بالفرن مدة خمس دقائق وبعدين بنحط الخبز بفرن ساخن مسبقا بالرف الوسط من تحت على درجة حرارة مئة وثمانين لمدة سبع دقائق لا تزيدوا عن السبع الدقائق حتى ما ينحرق معكم وبعدين بنطفي تحت وبنشغل فوق وبنخليها هادئة جدا حتى يستوي الخبز وياخد لون موحد مدة تحبير الخبز من فوق حوالي 10 دقائق مع المراقبة وذا شكل الخبز بعد ما خرجته من الفرن ما شاء الله الشكل مرة رهيب والطعم جدا مميز طبعا بعد ما نخرج الخبز من الفرن بنذهنه بزيت الزيتون وبنغطيه تمام إما بسليبان أو كيس وبعدين بنغطيه بمنشبة خاصة حتى يظل معكم الخبز الطري فترة طويلة وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتم في فيديو اليوم ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في أمانيلا ترجمة نانسي قنقائكم ترجمة نانسي قنقائكم ترجمة نانسي قنقائكم ترجمة نانسي قنقائكم